عمد احمد سليمان يحتاجهم في جو المباراة حسام غير كونها هاتولة ما يفشوا فصايت خطير جدا بركات دربة فصايت اولا ما كنت علامة ايه هوا حدودت الليلة هوا بركات 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 سنة التمانية الرقم تمانية النمبر ايت النمبر واللي الاهلي الهدف رقم مية تسعة واربعين في مشوارك اهلي ممتاز النادي الاهلي والخواجة من الجزير والجبهة اليومية السحرية سدقوني جاي من بيته وجاي من نادي الاهلي وعارف التاكتيكس ماشي ازاي بص شوف الجمهور العظيم بص شوف النادي الاهلي الكبير بص شوف الاهلي بيعمل ايه عن طريق ما بين التنسر دباكات ما بين اللاعب احمد سامير فرج يصنع الاهلي تاكتيكو يصنع الاهلي حدوده المساعد فيه هل فيها اوف سايت ولا ما فيهاش اوف سايت الخبر اليقين عند حبيب محمد حسام الدين بص شوف المتعة بص شوف حسام غالي بصرف النظر فيها ولا ما فيهاش ممكن نحسبها وممكن ما يحسبهاش حكم اللقاء حسبها وبركاتنا كشها وفتحة اللاعب متأخر وإكرامه هو اللي حيفصلها ازا الاهلي يتقدم بهدف جميل عنصر الرشاقة الصنع الفارق والاهلي ضرب لاسماعيل الجول الاول عن طريق خروج احمد سامير تشوف ساعة لعب الكورة اوقف ساعة لعب الكورة حسام غالي ساعة خروجه الكورة الراجل هناك مغطي الكورة دي ما فيهاش حاج الراجل هناك مغطي الباك اليمين بتاع الاسماعيل مغطي المساعد ويت انت سي شاف الكورة وشاف بركات مش متسلل اعتقد النسبة للاهلي اعلى النسبة البركات افضل وبركات يقولك النسبة رقم 8 والريس موجود يا ولاد العيب بهاره جميلة جدا عرضي خطيرة تعادل 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 يا ولاد على الاسماعيلي الاسماعيلي يتعادل في اول دقيقة على طريق الفنان واللاعب عمر السولية اض الاسماعيلي يتعادل براسية جميلة جدا وفي غفلة وعفوة ينتفد الاسماعيلي بالتعادل عن طريق عمر السولية إذن إسماعيلي ممتاز واللعب أحمد حجاز البديل ويعدل النتيجة الواحد واحد لنستمتع أكيد طبعا بمجريات المباراة هذه على طول النجم الكبير عمر السلية كرة جميلة جدا كرة جميلة جدا وخطأ كبير في دفاع الأقلي شوفوا الخطأ الكبير وكم واحد أحمر أربع لعيبة إنما شريف عبد الفضيل متمركز غلط جاي هنا وحتى ما عملتش الضغط وهي الجمعة متأخر وحسام غالي وخطأ كبير جدا جدا يسأل عنه دفاع الأهلي ووسط ملعبه بالكامل إذن الرأسية الجميلة صعبة جدا على اللاعب أحمد عادل عبد المنعم مشت عن رأس ممتازة فيها بطء شوية وفيه إكرامي موجود معانا شويتين وفيه تفصيل وتدقيق للكرة الأخيرة وفيه هدف تعادل لنادي اسمه لإسماعيلي النادي الأهلي أبو السعود حارس المرمى إينو والشهاب نكمل بعد اللعبة دي فرصة النادي الأهلي انفراد عملها جده عملها جده باختراف جميل بص شوف بص شوف جده بيعمل ايه جده هاتو خط جميلة من دومينيك لم نعتدها من دومينيك أبدا هذه المهارات الجميلة ولا الوانتوهات الحلوة وان تو نعم يسجل ليس ستوديو تو ولا ستوديو وان هو دا في زون سبورت بل هو ستوديو تو للنادي الأهلي ليقدم لوحة والتبلوم فني على أعلى مستوى نموذج للاختراق من العمق للنادي الأهلي يتقدم بالهدف الثاني وجده يسجل هدف جميل جده يصدق على فرطه كهداف اللقطة الأخيرة ويسجل سادس أهداف وهذا الموسم ولكنه هدف يا له من هدف هدف غالي وغالي جدا ليتقدم النادي الأهلي مع الديئة تمانية وخمسين عشر بتاني أهداف اللقاء تمريرة طويلة على طول جده شوف دومينيك لما راح له هاتو خد هاتو خد هاتو خد هاتو خد توقيت ممتاز ممتاز ما نقدرش نحصل فيها تسلل ولا لأ لكن البص سريع والبص جميل والإدراك الحسي بتاعه عاليه بص ديك هو ده جد هو جده بتاع الموقف ده وجاب أهداف مصر وبطولة أفريقيا بالحركة دي والجارية دي والاختراق